السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوف نضيف الماء بالنسبة لما انتم شاهدوا هذا الفيديو في الصيف نضيف الماء من الصنبور او الروبيني بما ان نصور في هذا الفيديو الجو بارد دفيتو واحد شوية إذا كان الماء سخصر العجن يعني واحد شوية فقط سوف نضيف الماء شوية بشوية وطريقة العجن هنا مقطعت التصوير نهائيا بغيت نخلي عليكم باش شوفوا كيفاش نجمع العجن في الاول كتكون خفيفة واحد شوية عادة كم بدون نضلكوها على هات الشكل هذا يعني اللي بغيتو بغيتو تجمعوا العجن ديالتكم تكون خفيفة وتغلفوها ببلاستيكا وتخليوها هادي كيبقى اختيار ديالكم انا كيعجبني المسمن باش ينجح معادي ضروري كندلي واحد دلك خفيفة على هات الشكل هذا يعني كندلكو هنا را مقطعت التصوير يعني كيبال ليكم شحا دلكتو تقريبا واحد جوج دقايق كندلكو مزيان حتى كيشرب اليوم كيبقاش يتلصق على هات الشكل هذا صافي هنا يا من بعد ما كتكون العجن يعني تمتاز جولي يا جميع العناصر ودلكتها واحد شوية صافي هنا كننحطها في القصرية وكند هنا بواحد شوية ديال زيت نباتية ونغلفها بسلوفا ونخليها ترتاح قدم ما خليتوها ترتاح قدم مزيان انا هنا ما كانش عندي الوقت خليت عير ساعة تقدرو تخليوها من ساعة حتى الربعة ديال سويع ما عندهم ما يطر عليها وخصوصا في الجو بارد اما في الصيف ما تخليوهش مدة طويلة في الصيف عير شي نساعة كدك را كتكون تلقات هنا يلاحظوا معايا كنت خليت عير ساعة شو في الشكل ديالها هنا يا العجن ديالتي بما انني اضطت ربعا ديال الكيسان ديال الدقيق كنقسمها على ربعة الى درت خمسة كنقسمها على خمسة يعني انتو ما شوفوا عدد المسمنات اللي بغيتو انا نقسمتها على ربعة وغادي ندهنها مازال بالزيت وغادي نغلفها بالسلوفان وغادي نخليها ترتاح ونمشي بما وجدت الحشوة ونرجع لها يعني عير الوقت اللي غادي تحضروا في الحشوة ديالتكم بالنسبة للحشوة كتبقى اختيارية انا هنا اخذيت المقلة درتفع واحد شوية ديال زيت نباتية وهنا درتفع واحد البصلة مشلدة وغادي نضيف ليها الفلفلاء الحمرة لديها صراحة كتعجبني بزف الفلفلاء بالمسمين او اللي في الحشوات كان نفضلها بزف على الفلفلاء الخضراء هاد شي كيبقى اغتياري منتو ما لو توفرت الحمرة ديروها ما توفرتش ديرو الخضراء ماشي ومشكل ولكن صراحة وخاف الفلفلاء الحمرة كتبتها واحد المادق وكتبتها واحد الحلاوة او مخبوزات صفي او للحشوات بصيفة عامة هنا ضفت واحد شوية ديال اللي من الحارك شفتوني ضفتها وهنا ضفت واحد لعلبة ديال الشامبينيون او اللي الفطر المعلب نضيف شعرية الصينية نضيف زيتون مقطع نضيف شعرية الصينية نضيف زيتون مقطع نحرك المكونات نضيف شعرية الصينية ونقص النار ونضيف شعرية الصينية ونقص النار نضيف علبة تونة علبة صغيرة لتكون اختيار يجب أن تكون اختيار ونقص النار نضيف المكونات نضيف المكونات تحضير النار اضغيك يتلق و اضغيك يجينا سهل حتى في الخدمة لاحظوا معي كيفاش كنبسط العجين ديالتي اضغيك التبسط مباشرة و في هادوك الفقاعات عير هادوك الفقاعات راه دالي لعلى ان المسمن ديالكم غادي ينجح معاكم تم مدوبة شوية ديال الزبدة وعندي الزيت هاد الزيت هاد بزيفت الاخوات كيسونون علي يعني كنت حضرت بيحتى ديك المسمنة اللي درت معاكم في الفران مسمنة ديال تشحمة هاد الزيت هاد راعر هديك البابريكا او التحميرا كنت فوار زازات واحد الجمعية كيديروها ديك التحميرا او البابريكا كيديروها يدوية يعني كيصيبوها بلدية وتقديت واحد شوية وباش تبقى عدي مدة طويلة كنت سولتهم ودرت يعني خديت واحد شوية من ديك التحميرا ودرتها فقرعا وخويت على نصف لتر ديال زيت زيت نباتية او زيت المائدة وخليتها في تلاجة في المكن بغين نصيب هكذا المسمن تشحمة او لا اي مسمن كناخد منها شوية انتم ملاحظوا تشوفوني كيفاش كندهن بيها وكنخدم بها يعني ولكن هاد طريقة را ما تخدمش لديك التحميرا او البابريكا اللي كتباع في المحلات يعني كتباع عند البقال يعني كتكون هديك التحميرا ماشي صحية ماشي زوينة كيف مقتلكم هادي را كتكون طبيعي يعني لقد رشو تاخدوها من شي جمعية وضيفوا لها الزيت وخدموا بيها انا را كتكن تكلم على تحميرا او لا البابريكا او لا هاد الزيت الحمر وراكم شفتوني كيفاش كتكن بسط العجين ديالتي يعني كنديرو الطريقة التقليدية او الطريقة العادية ديالتي المسمن باش كنطوع على 4 على هاد الشكل هادا يعني وخاء انا كنتكلم ارا شفتوني كيفاش سيبتم كنتوم على 4 طريقة التقليدية كيف مقتلكم والعادية صافيك نوجد هادوك ربعا ديال المسمنات صافي هنيا مباشرة غادي نجي باش نحضر الرغيفة ديالي او للمسمنات في الفران هنيا مباشرة غادي ناخد الاولى ما تخليوا العجين ديالتكم لا ترتاح لاوالو صافي هنيا كناخدو الحصة الاولى يعني اللي كنا بسطناها وما ننساش واحد المعلومة ان فاش كتكن بسطها وكتكن دير هاداك الزيت اللي مخلط مع التحميرا او البابريكا را كتكن دهن حتى بالزبدة بنسبة لي انا استعملت الزبدة مارغارين استعملوا اي نوع ديال الزبدة عندكم يا ديال التوريقة يا ديال البواطة يا المارغارين اي حاجة ماشي مشكل صافي هنيا لاحظوا معي شكل دياله كنبسطوها هكذا على شكل مستطيل ما تبسطوهاش تاني بزاف حتى تقطع عليكم وجي رقيقة خليولها شوية فين تورق صافي هنيا غادي نبدن نشكل العجين ديالتي على هاد شكل هادا يعني واحد الحربول يكون شوية الحجم دياله را كتلاحظوا معي شكل دياله وبالنسبة لديك الطاوة اللي اخديت على العبارة ها ديالت الطاوة ديال الفران ديالدو صافي هنيا كناخد تانية وهنايا كنشكلها لاحظوا معي كيفش كنبسطي يعني ما كتبسطوهاش بزاف كيكون واحد المستطيل للحجم دياله متوسط صافي وكنبقى نستمر على هاد شكل هادا لاحظوا معي شكل ديالها كتجي هكذا وخطبة اللي كندير بزاف يعني كنطويها بزاف ديال الطيات را ما كيش كلتاش مشكل حيث مني غاديت طيب را ما غاديش بقيبان نهائيا هاداك يعني هاداك اللي كتكندورها او لالعاجين نفسي بلاها سكتبان بان الحشوة في وسط العاجين يعني كيبان التوريق بوحد شكل زوين وبطريقة كيف ما كتلاحظوا معي طريقة سهلة وجد مبسطة صافي هنيا انا هنهتل الاخير يعني حتبقى ولي يجوج عادة تفكرت ان عندي هاد جبن المربع ممكن تستعملوا اي نوع ديال الجبن عندكم اللي توفرت الموت زاريلا او لا اي حاجة ديروها ماشي مشكل وكنشكل العاجين ديالتي ولاحظوا معي الشكل كيفش كنهزها اراكت باليكم وهنا غادي باليكم بوضوح كيفش غادي نهزعير لاحظوا معايا وهنا هادا ما تبقى عندي ملحة شوية يعني ربعا ديال لمسي منات بالنسبة الاخوات اللي بغاوا يجربو يعني ديرو عير المقدار اللي درت انا متكتروش باش تغلبوا على العاجين ويجيوكم ربعا را تبارك الله را كتخرج كمية كتيرة وخصوصا غتشوفوا معايا كنشكل على هاتشكل هذا على شكل حربول وكنجيب اه الطاوة ديالتي وكنهزها بكل سهولة كنحطها في الطاوة وهناي في هاد الاتناء را الفران كيكون ضيجة مشعول انا مشعلة على درجة الحرارة اه تلتميام خليها يسخن من الفوق ومن تحت وهذا هو الزيت اللي قتليكم يعني عير التحميرا او البابريكا تكون طبيعية وخوو عليها واحد نصف الليل ديال زيت وخليوها غادي تلقبو حديته وغادي تبقى داك اللون غير خليوها في تلاجة يعني ما تخليوش على بره بش ما تخسر شليكم سوفوا الوقت اللي بغيتوها تجبدوها وهنايا للتزيين فقط كندير هاد رشيمات هادو بالرازوار او لبسيكين باش يجوني باش يبان توريق وهنايا كنقطعهم هاكده من الافضل يعني كان نصيحة مني قطعهم في هاد المرحلة حي تبارك الله مني غاديني طيبو ما غاديش بقى امكانية انكم تقطعهم حي تكيجو مقرمشين بوحد شكل خاطير ما غاديش يسمح لكم انكم تقسموهم لمقسموهم هاكده على تيسا عصفوا مباشرة غادي نتقبو نمشيو الفرن باش نوريكم طريقة ديال الطياب بالنسبة لطريقة ديال الطياب الفران كيكون شاعل وسخون من قبل يعني على درجة الحرارة 300 كنحطوا الطاوة في الوسط في الفرن يعني كنحسبو اللولة التانية هنشوفوا معي درجة الحرارة 300 مني غادي نخليهم على درجة الحرارة 311 ديال دقايق غادي ننزلها هاكده الميتين انا غادي نوريها لكم ولكن هناك سبغا نوري لكم في البداية وما زال غادي نوريكم يعني كنديروا واحد عشرة ديال دقايق على درجة الحرارة 300 ومن بعد كنرجو على درجة الحرارة 180 وكنخليهم ليطيبو ويتقارمشوا يحنتيم باذا قد ترافوه معي كيف تلاحظوا لاحيرة حفظتها تبارك الله هن dispersل Origin 10 دقيقة سوف هنشيو يصدو علي الحرارة 200 لحدا ل已经 نقر في الحاتب 100 لاحظوا تمع ادخل البولات كيación早نق kay F-2000Hisين التشجل الفران واخت الحرارة ديالو من بعد درجة 12 دقيقة درجة الحرارة 300 واحلا بمجالحصار سوف نطفي عليهم على هذا الشكل تبارك الله شوفوا اللون ودرجة الحرارة 200 بالنسبة لطريقة الطياب تبقى مهمة لنجاح هذا الرغيفات بالنسبة للأخوات اللي عندهم فران ديال الغاز شعلوا على درجة الحرارة مرتفعة وخليوهم الفوق التحت شعلوا الفوق التحت خليوهم ما يطيبوا واحد عشر ديال الدقائق عادا نقصوا النار وخليوهم ما يطيبوا بالمهل يعني الوقت اللي يخده وماشي مشكل بقواوا تطلوا عليهم حتي بلكم اللون ديالهم الدهب ويبانوا لكم هاكدا يعني تورقوا يعني مني كنديروا دوك الفليحات ركيب ديبان لكم التوريق وان شاء الله سننجحوا معاكم من اول تجربة ويجوكم كيفما جوني انا وهذا الشكل النهائي ديال رغيفة ديالي كيفما سمعتوا معي التقرميشة صراحة جوا ناجحين وزوينين رائعين ما تقولوش بأنهم بعجينة المنزلات والسر هو في طريقة العجين يعني تدلكوها وحتى طريقة ديال التوريق كيفما لحتو سهلة والطريقة ديال الطياب هي المهمة يعني خاصة الفران كيفما قد لكم يكون مجهد كنأكد ليكم وعادة نقصوا النار وتخليوهم يطيبوا بالمهل كنتمنى ان شاء الله يكون اعجبكم الفيديو ديال اليوم يكونوا اعجبوكم الرغيفات ديالي وان شاء الله مستقبلا نشارك معاكم بزافة الاشكال بهذا العجين هادي باش تجربوهم ان شاء الله وينجحوا معاكم وكيف ديما ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وباللايكات ديالكم اللي دائما كتفرحني وطبعا بارتاجي والوصف مع احبابكم مع اصدقائكم لتعم الفائدة وكل شي استافد ان شاء الله ما سخيتش بكم كيف ديما وانطلقوا فيديو جديد ان شاء الله